موسيقى رمضانكم كريم صيامكم مقبول دعاءكم مستجاب أحبة المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلو الكلام عنوان هذه الحلقة هو العلم والثقافة ومنذ سنوات ظهرت بعض الأفكار التي ميزت بين العلم والثقافة فهناك من يقول أن الثقافة ليست علما وإنما هي أكبر من العلم وأن من واجبات الثقافة توسيع مدارك الإنسان ومساعدته في أن يكون له موقف من الحياة والمجتمع والكون والفلسفة هي أس الثقافة فالذي يقرأ الفلسفة ويتعامل معها يرى الغابة كلها في حين أن الذي لا يقرأ الفلسفة لا يرى إلا الشجرة ومعنى هذا أن أفقه يظل محدوداً ونظرته إلى الحياة تظل قاصرة المهم أن الجدل ما يزال قائماً حتى أن هناك من تحدث عن علوم إنسانية وعلوم صرف يعني علوم إنسانية تاريخ جغرافيا واقتصاد وغير ذلك وعلوم صرف كيميا وفيزيا وغير ذلك واندفع البعض أكثر من ذلك ليقول أن العلوم الإنسانية كالتاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع ليست من العلوم بالمعنى الدقيق ما يهمني هنا وأنا أتحدث عن العلم والثقافة التأكيد على أن المجتمع أي مجتمع ومنه مجتمعنا هذا الذي نعيش فيه لا يمكن أن يتقدم إلا بالعلم والثقافة ما يهمنا إذن هو التأكيد كما قلت على أن المجتمع لا يمكن أن يتقدم إلا بالعلم والثقافة لا يمكن أن يستغني عن العلم ولا يمكن أن يستغني عن الثقافة فالعلم مهم وبروري للغرض ذاته فضلا عن أن الثقافة سلوك تهذب سلوك الإنسان وتسقل تفكيره وتزوده بخبرات وتساعده على التصرف اللطيف غير الضار لغيره من بني البشر وكما يقال لكي تكون مهما ينبغي أن تكون مثقفا والطريف أن نشير هنا إلى أن الكاتب الإيرلندي الساخر برناتشو كان من أكثر المفكرين والكتاب الذين اهتموا بموضوع الفرق بين العلم والثقافة حتى أنه أجاب عن سؤال يتعلق بمن هو المثقف فقال المثقف هو الذي يعرف شيئا ما عن كل شيء وكل شيء عن شيء ما وهو في هذا ينطلق من مقته لأولئك الذين كانوا في زمانه يسرفون في التخصص الدقيق ودون أن تكون لهم وجهة نظر أو رؤية متميزة لما يدور حولهم كانوا علماء لكنهم لم يكونوا مثقفين فهم يتجهون إلى معرفة أكثر فأكثر عن أقل وأقل إلى أن يعرفوا كل شيء عن لا شيء ونحن نقول إن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر العلم والثقافة نعم عصر العلم والثقافة عصر المعلوماتية عصر الحاسوب عصر الأنترنت عصر الفيسبوك التويتر الساتلايت الموبايل والعالم بكل تلك الوسائل صار كما يقولون قرية كونية صغيرة والإنسان بات على معرفة دقيقة بكل ما يجري حوله أولا بأول سواء في مدينته أو وطنه أو في العالم كله فخلال لحظات يصل الإنسان من خلال أجهزة الاتصال إلى مواقع الأحداث وهذا يتطلب منه أن يغير عقله لكي يستوعب كل هذه الأمور وأن لا يبقى جامداً وأن لا يفكر بعقلية جامدة على الإنسان وهو يعيش في السنوات الأولى من القرن الحادي والأشرين وهو يعيش هذه الثورة في وسائل الاتصال الاجتماعي أن يتغير ومن لا يتغير يتعفن التغيير هو سنة الحياة وهناك أمر آخر يجب أن يفهمه ويجب أن يتعامل معه الدنيا تغيرت ليس من المعقول أن نفكر كما كنا في الخمسينات أو الستينات أو السبعينات والإسلام دفع الإنسان للعلم وفوق كل ذي علم علي وللأسف فإننا ما زلنا نرى البعض وهو عندما يتحدث أو يكتب يصور نفسه وكأنه وحده يعرف الأمور والحقائق في حين أن الحقائق نسبية وللعملة وجهان وما تراه أنت صحيحاً يراه غيرك خطأاً ورحم الله الشافعي ورضي عنه عندما قال رأيك صواب إلى أن يثبت خطأه ورأي خطأ إلى أن يثبت صوابه وهذا فولتير يقول إني أخالفك بالرأي لكن مستعد أن أموت لأجعلك تعبر عن رأيك الثقافة إذن لم تعد مجرد اصطلاح ومجرد مفهوم ولم تعد مجرد معرفة معلومات وإنما الثقافة سلوك والثقافة ذوق والإنسان المثقف هو الإنسان ذو السلوك القويم والعلم أداة ومنهج لفهم الحياة والكون وأسرارهما وعلينا أن نتسلح بالعلم والثقافة إذا أردنا أن نكون وطنيين حقيقيين إذن علينا أن نتسلح بالعلم والثقافة إذا ما أردنا أن نكون مواطنين حقيقيين وأن نبدأ بأسس قويمة لإعادة بناء بلدنا وإذا ما أردنا أن نكون فاعلين منتجين لا بد لنا من العلم ولا بد لنا من الثقافة مجتمعين لا يمكن لأي مجتمع اليوم أن ينهض ويعيد بناءه إلا بالعلم والثقافة فلنكن متشبثين بالرؤية العلمية الموضوعية والأفق الثقافة الواسع لنستحق الحياة والله سبحانه وتعالى جعل العلماء ومن هم في مرتبتهم من الذين يعلمون ويفقهون وينظرون ويدركون ويعقلون في مرتبة متقدمة إن أولئك حقا ورثة الأنبياء أليس كذلك؟ شكرا لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج حلو الكلام ترجمة نانسي قنقر